اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن السكر في فترة الحمل ازاي نتعامل معاه والسكر في فترة الحمل هو حالة من اتنين يا اما الست في الاساس عندها سكر وهي عارفة انها عندها سكر وبتاخد علاج السكر واصبحت حامل اما الحالة التانية ان الست ما عندهاش سكر خالص لكن جالها سكر حمل ازاي نتعامل مع الحالتين دول للأسف وجود السكر مع الحمل ده بيزود مضاعفات الحمل على الجنين وعلى الام وبيزود مشاكل السكر على الام بمعنى ان الست اللي عندها سكر بيزيد عندها فرصة حدوث تشوهات الجنين وفاة الجنين كبر حجم الجنين ولادة مبكرة يحصل اجهاد الولادة القيصرية كل مضاعفات الحمل تقريبا بتزيد مع السكر وبالنسبة للست اللي عندها سكر واصبحت حامل فالحمل بيزود مشاكل السكر عندها يزود تأثير السكر على كليتين على العين ممكن يعمل ارتفاع ضغط وممكن يسبب تسمم الحمل لكن بالمتمعة الدقيقة مع طبيب السكر ومع طبيب النسا وضبط مستويات السكر خلال فترة الحمل ان شاء الله الام وابنها بيعدوا بامان من مرحلة الحمل دي فالحالة الاولى ان في ست عندها سكر واصبحت حامل عندها سكر من النوع الاول بتاخد انسولين من زمان يعني او عندها سكر من النوع التاني بتاخد اقراس او انسولين واصبحت حامل نتعامل معاها ازاي المفروض ان دي ست عارفة ان عندها سكر قبل ما تخطط للحمل تروح للدكتور بتاعها تقولي يا دكتور انا عندي طفل ونوية اجيب طفل تاني ان شاء الله عشان الدكتور بتاعها لازم يزبط لها مستويات السكر قبل الحمل على الاقل بثلاث شهور كمان السكر التراكمي او الهموجلوب ال اون سي لازم يكون مزبوط قبل الحمل بحوالي ثلاث شهور كمان تاخد فوليك اسد حمض الفوليك قبل الحمل بثلاث شهور لان ده بيحمي من تشوهات المخ والاعصاب بالنسبة للطفل وكمان عشان تبقى الست دي في اول فترة في الحمل سكرها مزبوط جدا لان مشاكل الجنين كلها زي التشوهات والحاجات التانية اللي قلنا عليها معظمها بيحصل في اول اربع اسابيع من الحمل لو الست دي بتاخد اقراض فاحنا هنحولها على انسولين الانسولين من اقمن او يعتبر اقمن حاجة تتاخد للسكر في الحمل زي ما هنعرف بعد شوية واثناء فترة الحمل لازم يكون السكر مزبوط جدا الصايم مايزتش عن 95 والفترة مايزتش عن 130 وعشان كده بنحتاج نظام دقيق جدا للمتابعة ولقياس السكر وقت الحمل الست اثناء الحمل ممكن تحلل السكر من اربع لسبع مرات يوميا ركز معي شوية احنا بنتكلم لسه في الحالة الاولى الست اصلا عندها سكر هي عارفة ان عندها سكر هتتعامل معاها ازاي اولا النظام الغذائي لازم نبتعد قدر الامكان على الوجبات الكبيرة قليلة العدد ما خليش الست تاكل وجبتين كبار في اليوم وخلاص او تاكل تلات وجبات كبيرة في اليوم وخلاص بالعكس ده احنا بنخليها تاكل ست وجبات تلات وجبات رئيسية وتلات وجبات خفيفة بين الوجبات سناكس وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية والوجبات الرئيسية بيكون نصها كربوهايدرات مركبة زي البقوليات وزي الحبوب الكاملة وزي السليلوز اللي موجود في الخضار والفاكهة والنص التاني بيكون بين البروتينات والدهود وطبعا لو فيه الطبيب تغذية علاجية ونستشيره ويتابع معانا يكون حاجة عظيمة جدا ياريه كمان الست دي تاخد فيتامين دال وتاخد كالسيوم في فترة الحمل لقوا ان ده بيساعد كتير في تثبيت مستوى السكر عند الست دي وفي خفض مستوى الدهون في الدم عندها اما بالنسبة للرياضة فالرياضة مهمة جدا بالنسبة للست ما لم يكن ممنوعا من طبيب النسه لسبب اخر الست المفروض تمارس رياضة على الاقل نص ساعة يوميا وليكن المشي بعد الوجب الرئيسية بعد كده نيجي للنقطة المهمة اللي هي الانسولين الست هنديها انسولين ازاي في فترة الحمل طبعا زي ما احنا بنتكلم الست دي اصلا عندها سكر فيا ام هي بتاخد انسولين وانتعارف هي بتاخد كم واحدة في اليوم تقولك مثلا انا باخد 30 الصبح و10 بالليل يبقى بتاخد 40 واحدة او هي بتاخد اقراس فانتعارف مثلا ان هي بتاخد دية ماكرون ارس الصبح وقرس بالليل وسيدو فيا وكمان مثلا مستوى السكر بتاعها لما قافته كان كزا فانت بتاخد فكرة وبتبقى عارف ان الستة دي هتحتاج تقريباً كم وحدة من الانسلين يوميا من انواع الانسلين اللي مسموحة في الحمل الانسلين 케سبرو، النبه والدي تمير اما الانسلينجلرجين اللي هو اللانتوس اللي بيتاخد بالليل ده التالي وحدة صباحاً وتمان وحدات مساءاً ده كده يبقى بيزل اما بالنسبة للوجبات فهنديها انسولين اسبرت او انسولين ليسبرو مثلاً ستة وحدات قبل الفطار وتمانية قبل الغده وستة قبل العاشر وطبعاً احنا بنحلل زي ما قلنا اربع مرات لسبع مرات سكر في اليوم على حسب التحليل بنزود او نقلل جرعات الانسولين مثلاً تحلل لها امتى عشان ما تتلغبطش هنقول مثلاً اربع مرات في اليوم هنحلل لها اول ما تقوم من النوم وده هيبقى اسمه صايم وهيحكم على جرعة بالليل بتاعة الانبي اتش ونحلل لها بعد كل وجبة بساعتين كده يبقى اربع تحليلات في اليوم وعلى اساسهم بنزبط جرعات الانسولين ويبقى الهدف بتاعنا زي ما قلنا ان الصايم ما يعديش 95 والفاطر ما يعديش 130 وكمان تخلي بالك نتجنب انخفاض السكر نعرف العيانة باعراض الهايبوجليسميا كل ده هيبقى من التحليل وزي ما قلنا الست بتاكل 6 وجبات يومياً منهم 3 وجبات رئيسية و3 وجبات تصبيرة زي ما بيقولوا او 3 وجبات خفيفة ولازم تبقى عارف ان متطلبات الانسولين بتختلف مع تقدم الحمل يعني كل ما الست تتقدم في شهور الحمل كل ما تبقى في الشهر الثالث الرابع الخامس متطلبات الانسولين يا اما تزيد يا اما تقل فلازم تتابع سكرها بشكل دقيق طول فترة الحمل وتغير جرعات الانسولين طبعاً للتحاليل اللي بتطلع اما بالنسبة للأقراس ينفع نديها في الحمل ولا ما ينفعش فالأقراس اللي هي الجليبرايد اللي هي اسمها جليبنيكلامايد اللي هي زي الدوانيل مثلاً فده امن وفعال في الحمل وزاد استخدامه بشكل كبير في الفترة الاخيرة لكن يفضل انه يتاخد من اول التلت التاني في الحمل كذلك السيدوفاج او اللي هو الميتفورمن برضو لقوا انه امن وفعال في الحمل لكن انت خليك في الأضمن والأمان والأشهر اللي هو الانسولين ايه هي التحاليل الدورية اللي تعملها للعيانة اللي عندها سكر في الحمل التحاليل دي بتعملها في التلت الاول التلت التاني التلت التالت من الحمل والتحاليل دي عبارة عن السكر التراكمي وظايف كيلة بي و ان وسيرام كرياتينين تي اس اتش و في تي فور اللي هي وظايف الغدة الدرقية وكمان سبوت هيورين بروتين كرياتين ريشيو نشوف يعني الكيلية متأثرة بالسكر في اي بروتينات بتنزل في البول ولا لا بالإضافة طبعا ان الست بتحلل قولنا من اربع لسبع مرات سكر يومياً التحاليل دي تعملها وتتعامل معها في التلت الاول والتاني والتالت من الحمل لازم طبيب النسا يتابع الحالة اللي عندها سكر دي بالشكل اكتر من الحالات العادية ويستخدم السنار طبعا ونحاول نشوف تشوهات الجنين لو موجودة حجم الجنين حركة الجنين معدل ضربات قلب الجنين على مسافة الحمل كلها كمان الاختيار المناسب لوقت الولادة وده بيحدده طبيب النسا غالبا بيكون بين 38 ل 40 اسبوع وطريقة الولادة هل طبيعية او كيسرية برضو بيحددها طبيب النسا وقت الولادة بقى لما الست تيجي تولد وهي في العمليات مثلا لو بتولد كيساري نتعامل ازاي مع السكر بتاعها بنحاول نخلي السكر بتاعها في حدود من 80 ل110 وقت الولادة وده عن طريق ان احنا بنعلق لها ديكستروس 5% على الرينجر لاكتيت بمعدل 100 ملي في الساعة ونديها انسولين انفيوجن بمعدل من نص لواحدة واحدة كل ساعة وطبعا بنقيس السكر كل ساعة ونزبط جرعات الانسولين على حسب التحليل البيض بعد ما الست تولد بفضل الله الطفل اللي تولد ده بنخاف اكتر حاجة من هايبوجليسيميا او انخفاض السكر انخفاض السكر للأسف ممكن يعمل غيبوبة ممكن يعمل تشنجات للطفل ممكن يعمل تلف في خلايا المخ بالنسبة للطفل فلازم الطفل ده يردع طبيعي بدري على قد ما نقدر لازم نتابع مستويات السكر بتاعته خصوصا في اول 6 ساعات ممكن لحد 24 ساعة ممكن يديله جولوكوز اذا لازم الامر طبعا كل ده بمتابعة طبيب الاطفال بعد الولادة الست دي بترجع تاخد اقراس لو هي ماشي على اقراس معظم الاقراس اللي مستخدمة في علاج السكر مفيش فيها مشاكل مع الرضاعة وكده كده الدكتور هو اللي هيكتبها لك وهو اللي هيبقى عارف تتاخد مع الرضاعة ولا لا لكن معظمها بيتاخد مع الرضاعة عادي كده انت نمت ولا صاحيه؟ ركز معنا كل اللي اتكلمنا عنه في الفترة اللي فاتت دي كانت 6 عندها سكر اصلا وعارفة انها عندها سكر واصبحت حامل هنتكلم دلوقتي بقى على الحالة التانية 6 ما عندهاش سكر وجالها سكر حمل طب انت ازاي هتعرف ان جالها سكر حمل؟ المفروض سكر الحمل بيظهر اكتر وقت بيحصل فيه بيكون في الاسبوع الـ 24 لـ 28 من الحمل فعشان كده هو ده الوقت اللي احنا بنندور فيه على سكر الحمل من الاسبوع الـ 24 لـ 28 طبعا هو فيه كذا طريقة او كذا تعامل ازاي نعرف سكر الحمل لكن انا اخترت الطريقة الاسهل واللي معمول بها تقريبا في معظم الاماكن يعني بتعمل لها تحليل اسمه منحنة السكر 75 جرام أورال جولوكوز طولرانس تست عن طريق يعني ان الست بتيجي صيمة من 6 الـ 8 ساعات تحليل لها سكر وبعدين تديها 75 جرام سكر تشربهم وبعدين تحليل لها سكر بعد ساعة وبعدين بعد ساعتين المفروض ان الصيم بتاع الست ده ما يزدش عن 95 75 جرام سكر ده ما يزدش عن 180 وبعد ساعتين ما يزدش عن 150 لو لقينا قيمة واحدة من الثلاثة دول عالية نقول ان دي سكر حمل الست دي عندها سكر حمل ولازم نخلي بالنا لو لقينا القيم عالية قوي يعني مثلا السكر الصايم معدل 126 اللي بعد ساعتين معدل 200 الست دي بقى عندها سكر اصلا مش سكر حمل طيب هو انا كل ست هستنى الاسبوع الـ 24 عشان اعمل لها منحنة السكر ده لا طبعا لو الست انت شكك فيها بشكل كبير ان السكر هاهاية لا اعمل لها التحليل ده في اول زيارة لها الحمل وتعملها لها تقول لك انا الحمل اللي فات كان عندي سكر حمل او لو ستة عندها مرحلة ما قبل السكر يعني قبل الحمل تقول لك انا ما عنديش سكر انا كنت في مرحلة ما قبل السكر طيب انت شخصت بقى ان الستة الحامل دي عندها سكر حمل هتتعامل معها ازاي؟ اولا التحليل الدورية اللي هتطلبها لها زيها زي اللي عندها سكر قلناه مقبل كده كمان التغذية والرياضة ممكن يكون هو ده الخط الاول في علاج سكر الحمل الستة تنظم غزائها زي ما قلنا ولو فيه طبيب تغذية علاجية يتابع معها يكون كويس وتمارس الرياضة برضو نص ساعة يوميا على الاقل وتتجنب الوجبات الكبيرة وتتجنب الكربوهايدرات البسيطة او السكر اللي هو البسيط زي الحلوة الطحنية والحلويات البسبوسة الهريسة والحاجات دي يعني وتزبط نظام اكلها وتمرينها ونشوف مستويات السكر لو لقينا ان السكر تزبط على التغذية الصحيحة ونظام الرياضة بنستمر على متابعة مستوى السكر فقط اما لو لقينا التغذية والرياضة مش جايبين نتيجة ولسه السكر عالي شوية في الحالة دي بنلجأ للعلاج وزي ما قلنا العلاج الاحسن والاشهر هو الانسولين طيب هنديها انسولين ازاي بقى الست دي الست دي لو انت شايف ان سكرها بعد الوجبات بيعدل 130 كزا مرة في الحالة دي هتديها انسولين سريع زي الاسبرو او الاسبرت قبل الوجبة فهنديها اربع وحدات قبل كل وجبة ونبدأ نزود الوحدات دي تبعا لتحليل السكر اللي بعد الوجبات ولو لقينا ان الست دي بتحتاج عشر وحدات قبل كل وجبة عشان نزبط مستوى السكر في الحالة دي نزود لها الى هو متوسط المدى صباحا نديها مثلا عشر وحدات اما بالنسبة للصايم لو لقينا بيعلى عن 95 اكتر من مرة في الحالة دي هنديها مساء وقت النوم ممكن نبدأ لها بست وحدات مثلا وعلى حسب الاياسات بنغير وحدات الانسولين في النهاية تلاقي نفسك ماشيتها على نظام بيزل بولس بتاخد متوسط المدى مراتين في اليوم nbh صبح وليل وبتاخد سريع المفعول قبل كل وجبة فانت بتبدأ معاها على حسب انه تحليل العالي تبدأ تزود تدريجيا ممكن تلاقي نفسك في الاخر وصلت انك بتديها نظام بيزل بولس زي ما قلنا بتحلل الست دي سكر لو قلنا اربع مرات يعني مرة اول ما تقوم النوم ومرة بعد كل وجبة بساعتين ده اقل حاجة ولازم تفهم العيانة بتاعتك عشان ما تزهقش وعشان تلتزم بالنظام عشان نعدي بامان مرحلة الحمل ان شاء الله بالنسبة للأقراس زي ما قلنا الجليبريت اللي هو الدوانيل مثلا الجليبنا كلامايد يعني او الميتفورمين اللي هو السيدوفاج اتكلمنا عنهم وقلنا ان ممكن نديهم وزي ما قلنا هم امان وفاعلين لكن احنا بنعتمد على الاشهر اللي هو الانسولين كمان الست اللي جالها سكر حمل دي لازم تتابع الحمل بتاعها بشكل دوري وبشكل دقيق مع طبيب النسل زي ما قلنا يتطمن على الجنين طول فترة الحمل ويختار الوقت المناسب للولادة وطريقة الولادة وكمان طبيب الاطفال يخلي باله من الجنين اول ما يتولد زي ما قلنا بالزبط في الحالة الاولى بعد الولادة ما تتم بفضل الله ان شاء الله السكر ده بيمشي تماما لكن برضو لازم نتأكد ونحلل لها سكر صاي ومفاطر بعد حوالي ثلاث شهور من الولادة عشان نتأكد انه مشي تماما للأسف الست اللي بيجي لها سكر حمل بتكون اكثر عرضة ان نحصل لها سكر مش شرط لكن عندها عرضة للسكر عشان كده ولو سنويا نحلل لها سكر صاي ومفاطر نتطمن عليها بس ان شاء الله ممكن نتكلم عن باقي الامراض مع الحمل زي الضغط مع الحمل الغدة مع الحمل وغيرها ان شاء الله في المستقبل وفي النهاية احب اشكركم اشترك في القناة انشروا الفيديو واعمل لايك وشكرا لحضراتكم